أقامت الشبيبة الجامعية والعاملة في دير مملة لراهبات الوردية في القدس رياضة روحية تمهيداً لاقتراب نهاية الزمن الأربعين وبداية الأسبوع المقدس وتخلل الرياضة التي شارك بها حوالي عشرين شاباً وشاباً من أعضاء الشبيبة لقاء روحي بعنوان يسوع في أسبوع حياتي مع الأب أيمن بطحيش الكهن المساعد في كنيسة الرامة في الجليل ومن بعدها تم عمل مجموعات لتجسيد الأفكار الروحية التي قدمها الأب أيمن تلاها ساعة سجود وتوبة واعترافات وختم اللقاء بتنظيم ألعاب ونشاطات روحية ورياضية مختلفة أعقبها مائدة عشاء لكافة الحضور